هاخد من كلام الكابتن تامر واسألها الكابتن أصحاب الأهلي أطال شوية في الفرحة بدرع الدوري والاحتفالية وخسر أمام الزمالك في السوبر الأفريكي هل طرق أن الزمالك أطال هو الآخر لاحتفالات بالسوبر الأفريكي وده ممكن يأثر عليه قدام الآلف في السوبر المصري؟ آه هو الأهلي خد أطول في الفرحة شوية خد بالك أن أنا قلت لك على موضوع ما سمع الاختلاف آه الأهلي أنا أقول لما خلص الموسم أنت بتنتظر اللحظة دي بتكون أنت لعبت في 3-4 بطولات خدت 3-4 بطولات فوصلت لقمة الهرب فبتحصل عندك نوع من التشبه فأنت عايز تخلق تاني دوافع تاني جديدة للعابة النادي الأهلي بتاخد لها وقت دي جزء ده واحد ده اتنين النادي الأهلي فرط وفرط في لعيبة مهمة جدا على فكرة وما دعمش بلعيبة كويسة الزمالك اشتغل أحسن من الأهلي في عملية التدعمات أما ليه دي فرط الزمالك أفضل تدعماته من الأهلي اشتغل كويسة أوي أوي على اللعيبة التدعمات يعني نجح في أن موضوع فتوح في الباكليفت قدر يجيب محمود بانتياج دوت في الباكليفت وبيلعب أول مباراة أهلي والزمالك الولد ممتاز قد مباراة كبيرة جدا وفيه محمد حمدي موجود وبعد انجبت مش لك ناحية الشمال وبعد انجبت كمان عمر فرج اللي هو المهاجم واجتغلت في عدد حوالي ست سبع لعيبة جوتهم دعمت فيهم بقى عندك اسكواد قوي فبقاش عندك مشكلة بأقل الإمكانيات كمان بأقل الإمكانيات يعني معظمهم لعيبة جايين إعارة لكن في نفس الوقت لعيبة إمكانياتها الفنية جيدة النادي الأهلي ما شفتش إلا يحيي عطيت الله إيه المشكلة إيه مشكلة النادي الأهلي أنا بعيد خالص تماما لأن أنا زمالكاوي فبتكلم إن أنا بنتق أنا بكلم كورة فنيا بول مستطيل فاهمك النادي الأهلي مشكلته في التدعمات لأنه هو حصل له مشكلتين مشكلتين مهمين جدا في خط الدفاع اللي كلم عليها تامر مهمة جدا بقى الخط الخلفي عند النادي الأهلي بقى نقطة ضعف نقطة ضعفة ياسر ياسر إبراهيم بعيد بقى له سنتين فراجع لسه ما دخلش فورمت المباراة عنده شيء من التهور وده حصل في سراميكا وحصل في مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كمان لما كان موجود محمد عبد المنعم كان موجود بيشتغل محمد عبد المنعم خروج الكورة من تحت كان بتخرج بيبقى الأمور بتبقى جيدة جدا بيحافظوا عكورة كويس قوي في نص الملعب في نفس الوقت انت فردت في ديانجي العيب في نص الملعب قوي جدا في وسط الملعب وفرق مستفدت تسويقيا منه لكن فردت في العيب في وسط الملعب ستة كان مهمة جدا يبقى موجود مع مروانة عطية ده كان لعيب مهمة جدا يبقى موجود علي معلول لما تصاب وقالوا رباط صليبي الاتنين اللي أنا بكلمك عليهم دول أنا بحيث أنهم 40% من قوة النادي الأهلي محمد عبد المنم وعلي معلول الباكلفت علي معلول 40% من مكسب النادي الأهلي علي معلول لا مستش كمان يا كابتن عصاب محمد هاني ما جايلك معاهي شوف ان انت خسرت الخط الخلفي معظمه يعني حوالي 80% منه علي معلول ومحمد عبد المنم وهاني كمان محمد هاني الإصابة الأخيرة لأن عمر كمان أنا لعيب كويس قوي بس أنا مش حاسه لأن الأطراف دي لازم يكون عنده السرعات وعنده المهارة وعنده التنوع في لبن بره ومن جوه عمر شايفه يعني هو حابس حابس نفسه لما دخلش على نفس الملعب زي ما بكلم عن الراجل ده أنا لما بشوف مدرب يجي يمسك الأهل أو الزمالك ويبتدي يعمل خزعبلات وافتكاسات لازم حيمشي بعديها مش هيكمل عارف سياسة النادي الأهلي مختلفة عن سياسة نادي الزمالك الناس الزمالك ممكن يكون عنده تصرع شوية في أنه ممكن يفرط في المدرب بتاعه لكن النادي الأهلي يصبر على المدرب ويستمر ويكمل ويسنده ويدعمه لكن ما أقدرش أن أنا بنعب في السوبر مصري وبلعب سيراميكا أنا باعتبر أن الأهلي وسيراميكا ده نهائي لكن ما لعبش ما نزلش ندفد ونزل أقرم توفيق الإمكانيات محترامي مش النادي الأهلي يعني الإمكانيات الفنية قليلة مش دول اللي هيقدروا يستحوزوا يستحوزوا على نص الملعب واستحوزوا في المهارة وفي التسليم والتسلم وخروج الكرة والتنوع والتمريرات البينية بين الخطوط وكل كالك موجودة لقيت أقرم توفيق ده في حالة يرسلها كمان وبيعقى كتير جدا على الفكرة مسابت كمان التسليم والتسلم فيه أخطار كتير جدا ندفد برضو موجود مش هو ده ستة ومروان قاعد على الدكة هل مروان فيه إصابة؟ لا برياحها برياحها عشان كان جاي من ماتشد المنتخب ماتشد المنتخب طب وإفرد أنا خسرت الماتش ده وإنا رياحت مروان عطية ما إحنا كنا بنلعب الماتشد دي توخنوا التوفيف في الجزيرة لما جا لعب أفشة الوقت اللي إحنا أحتاجنا فيه إن أنا لعب أفشة يبقى لازم لما لعب أفشة ممكن أحط تحته أحتهي مروان عطية طب وليه ما فكرتش إذا كان الزمالك وده فكر مدرب عمر السلية ليه ما بتفكرش في عمر السلية إذا كنتم بمفكر في عبد الله السلية عمر السلية بتقلو وتاريخه اسمه كمان وإمكانياته وإمكانياته ونطجه ده يبقى موجود في وسط الملعب ده يرمانة ميزان يقدر يعملك التسليم وتساله ويعملك استقرار في الأداء في نص الملعب إنت محتاج لعيبة فوتبولر لعيبة كورة ممكن تعمل حاجة تانية خالص ممكن تروح جايب إمام عشور تروح حطه في نص الملعب يلعب تمانية ما تخطوش في الطرف ده